مجاز الأخبار من المحور أهلا بكم اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التعاون الدولية الدكتورة رانيا المشاطة المزيد في سياق التقرير التالي اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماعات تناول الجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل ديبلوماسية الاقتصادية وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطع الخاص في مصر حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط في هذا السياق أنه تم توفير تمويلات ميسرة للقطع الخاص المصري بقيمة 10.3 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية في صورة دعم مالي وفني وفي هذا الإطار اطلع السيد الرئيس على تطورات تنفيذ منصة حافز للدعم المالي والفني للقطع الخاص الذي يعد أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطع الخاص ويحتوي على مختلف الخدمات التي يقدمها شركاء التنمية سواء على مستوى الدعم المالي أو الفني والاستثمارات والتمويلات التنموية الميسرة وبرامج التدريب وبناء القدرات كما تناول الاجتماع عرض أهم ملامح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات الذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية والتمويلات التنموية الميسرة ويأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى تطورات برنامج نوفي خاصة نتائج الاجتماع بين الحكومة وممثل مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لمتابعة أداء البرنامج حيث صدر بيان مشترك مع شركاء التنمية عن المنصة الوطنية لبرنامج نوفي أشهد بالسياسات القطعية التي انتهجتها الحكومة لتحفيز مشاركة القطع الخاص في المنصة وقرر الحكومة بتحديث مساهمتها المحددة وطنيا لتسريع الانتقال نحو مسار تنمية منخفض الكربون فضلا عن نجاحها في إبرام اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا لتمويل محور الطاقة بالبرنامج مع تأكيد أن منصة نوفي تقدم نموذجا عمليا يحتذا به لحشد الاستثمارات المناخية على نطاق واسعة وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه خلال الاجتماع بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولية في المشروعات التنموية ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية مشددا على أهمية التركيز على تعزيز الاستثمارات في رأس المال البشري وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية ومؤكدا كذلك الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحلم الذي أطلقه الرئيس السيسي منذ بضع سنوات من أجل بناء مليون وحدة سكنية للشباب والأسر من محدود الدخل تحقق وأوشك على انتهاء تنفيذه مشيرا إلى أنه تم تسليم الوحدات وجاري تنفيذ جزء منها وخلال فترة بسيطة سيتم اكتمال العدد وفي سياق آخر أعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش تسليم العقود للمستحقين في المبادرة الرئيسية سكن لكل المصريين تطبيق مجموعة من القرارات التنفيذية لضبط الأسعار في الأسواق منها الإعلان عن وضع الأسعار على سبع السلع الاستراتيجية كمرحلة أولى وهي السكر والأرز والمكارونة والألبان والجبن الأبيض والزيت الخليط والفول وسيتم الإعلان عن أسعار بيعها للمستهلك الحقيقة يمكن طبعا إحنا بنتابع كحكومة كل موضوع أسعار السلع الأساسية والحقيقة أخذنا العديد من المبادرات في هذا الشأن وكنا بنشجع على تواصل مستمر مع كل أطراف القضية لأن بالتأكيد الدولة المصرية النهاردة بتدعم بصورة هائلة مدخلات الصناعة والإنتاج والنقل بصورة كبيرة جدا وبقالنا الحقيقة سنة ونصف إحنا بندعم بصورة مباشرة العديد من السلع والخدمات الأساسية ومش عايزين كنا نزيد من أسعارها بهدف حاجة واحدة إن إحنا نحاول نحافظ على توازن السوق فيما يخص أسعار السلع ويمكن عشان كده عملنا العديد من المبادرات وكان فيه اجتماعات متواصلة كل أسبوع فيه اجتماع مع اتحاد الصناعات والتحاد الغرف وأصحاب كبار المصانع اللي بتنتج هذه السلع والحقيقة يمكن في إطار إن ابتدت كانت تظهر عديد من الأزمات لبعض السلع الاستراتيجية الحقيقة أنا كنت شكلت لجنة بتضم الوزارات المعنية وبتضم جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية وجهات سيادية مع اتحاد الغرف والتحاد الصناعات ورجال الصناعة هدف هذه اللجنة إن احنا كلنا مقتنعين إن احنا بنتبنى السوق الحر وقاليات السوق الحر لكن في نفس الوقت ده مش معناه انفلات غير مبرر في أسعار السلع فكان هدف هذه اللجنة واللي احنا النهاردة بنعلن قراراتها التنفيذية انها تضع قلية واضحة جدا بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار احنا هنا ما بنتدخلش في تحديد السعر الطبيعي إن المصنع اللي بينتك بيعارف قيمة السلع اللي هي خارجة من عنده قد ايه وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه مع كل المصنعين والتحاد الغرف والتحاد الصناعة احنا لا نتدخل في دولة ولا بنفرد عليك سعر لتسعير المنتج اللي انت حتطلعه من عندك لكن أنا اللي يعنيني لو انت طلعت هذا المنتج برقم ما لقيهوش بيتباع في الآخر للمواطن ممكن بضعف هذا الرقم ده أكيد يعني حيبقى إجراء غير محمود وغير مقبول من الدولة هو دي كانت النقطة الأساسية كيف نضمن ضبط السعر السلعة اللي بتخرج برضاء كامل بسعر محدد من المنتج أو المصنع ويبقى بناء عليها بنعلن أسعار لهذه السلعة بناء على اللي هم بيحددوه ويبقى هناك آلية لمتابعة ومراجعة هذه الأسعار علشان نضمن إنها توصل للمواطن بالسعر المناسب اللي احنا كلنا تراضين عليه فعشان كده الحقيقة كان في هناك خطوة استراتيجية إن احنا نبدأ بمجموعة من السلع الاستراتيجية اللي بتنس حياة المواطن عشان هي دي تبقى المرحلة الأولى وبأكد المرحلة الأولى إيه هي هذه السلع اللي احنا حددناها اللي في قرار رئيس الوزراء اللي صدر اليوم السكر الرز زيت الخليط الطعام الفول اللبن المكارونة والجبن الأبيض سبع سلع رئيسية احنا نعي تماما إنها بتنس حياة المواطن اليومية وبرضو دي بتؤثر في التضخم اللي بيحصل في الدول بمجب هذه إننا أعلنتها كسلع استراتيجية بقت بتخضع للمادة تمانية في قانون جهاز حماية المستهلك إن لا يجوز بأي صورة من الصور إجراء أي إجراءات أو ممارسات احتكارية ولا إخفاء ولا عدم بيع لهذه النوعية من السلع اللي احنا أعلنناها وفيه عقوبات واضحة جدا في قانون جهاز حماية المستهلك على هذه الممارسات الغير محمودة اللي ممكن تحصل طالما إن أنا أعلنت كرئيس وزراء إن دي سلع استراتيجية من هذه اللحظة بمجرد إعلان إنها سلع استراتيجية بقى أي إجراء أو ممارسة غير محمودة من بغرض الاحتكار أو الإخفاء لها عقوبات وعايز أقول لحضراتكم إن احنا وجهنا وزارة العدل إنها تغلز وبتعمل دلوقتي تعديل لتغليز هذه العقوبات أيضا أكدت وزيرة التعاون الدولية عمق العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وتطلعها لمزيد من العمل المشترك مع السفارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر والجهات المختلفة لتعزيز علاقات التعاون الإنمائي وتحفيز التعاون مع القطاع الخاص والبناء على ما تحقق من جهود خلال العقود الأربعة الماضية جاء ذلك خلال لقائها مع السفارة الأمريكية الجديدة لدى مصر والتي بدأت مهمها رسميا نوفمبر الماضي وذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعدد الأطراف والسنائيين لدعم جهود الدولة ورؤيتها التنموية وناقش الجانبان التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر بهدف تعزيز جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات ذات الأولوية لا سيما لاستثمار في رأس المال البشرية مثل الصحة والتعليم مشيرة إلى توقيع سمان اتفاقيات من حمع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في سبتمبر الماضي بخيمة 130 مليون دولار في ضوء التعاون المشترك لتعزيز الجهود المبزولة في قطاعات التعليم الأساسية والتعليم العالي والصحة والمياه والتجارة والاستثمار والحوكمة والزراعة والعمل المناخية أوضح وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أن مصروع كباري شربين بمحافظة أدقهلية التي يجري إنشاوها ضمن أعمال تطوير المزلقانات تهدف إلى تحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين حيث يجري إنشاء سلاسة كباري علوية موجها بضرورة تكسيف الأعمال وتنفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية لسرعة الإنجاز جاء ذلك خلال تفقده لعدد من المشروعات بمحافظة الدقهلية